فريق للنادر أهلي موليد 2003 ظهير الآيسر للفريق اللعبة مازل أسامة مازل نبرحب بك على شاشة قناة النادر أهلي تحياتي الكابتن أسامة لكابتن حشيش الدكتور رحمة ده سابت مباراة مهمة جدا وكان مهمة جدا نختم المرحلة دي بفوز على فريق طلع الجيش أوه الحمد لله طرح مطش كان مهم لنا لحنا ننهي الدر الأول بمكسب ونبقى الحمد لله في الصدار يعني والحمد لله نازلين من أول مطش هو ده اللي احنا عايزين اللي احنا عايزين نعمله والحمد لله ربنا كافئنا يعني بمجهودنا الحمد لله مازل زي ما قلت لكابتن أحمد عبزاهر هي مرحلة وسن ببقى انت أفكار كتير بتدور في دماغك ما بين الفريق الأول مستر مارسل كولر بيجي يتفرج كارلوس بيجي يتفرج عليكم متشافين من الفريق الأول لكن أكيد فيه تساؤلات في دماغك ممكن تكون آخر سنة الفرق الأندية التانية إزاي بتقدر تتخلص من الأسئلة دي تدخلقوا النفسك ودوافع خاصة أن أنتم أبطال البطولة والله احنا يعني أهم حاجة اللي احنا نفكر في السنة دي هي دي اللي هتودينا بقى هتطلعنا إعارة يعني أهم حاجة السنة دي فاحنا بنركز وكلها يعني أسباب يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا اللي يكمل يكمل الحمد لله يعني كابتن أحمد عبزاهر قال لكم ايه النهاردة قبل المباراة خاصة أن احنا كان مهم جدا أن نختم المرحلة دي زي ما قلنا قبل ما أخذ فترة الأجازة طبعا ونروح للمرحلة اللي جاي اللي هتبقى أصعب بكتير جدا نمازل احنا هنفضل شغالين وناخد يوم أو اتنين وهنرجع تاني خلاص صفحة واتقفلت ونركز في اللي جاي احنا أهم حاجة عندنا الدور إن شاء الله شكرا كمازل وتمنى لك التوفيق في اللي جاي بإذن الله مستمرين معاك كابتن أسامة وهداف البطولة وهداف النادي الأهلي كابتن أسامة الدكتور رحمد ثابت الكابتن محمد حشيش اتكلموا عننا الكلام كويس جدا واتكلموا قالوا أن أحد من المهاجمين المهمين في قطاع الناشئين في النادي الأهلي أعتقد كلها أمور بتشاهلك مسؤولية كبيرة جدا سامير واخلي نبرك لك على الفوز النهاردة على الهدفين يعني الحمد لله أول حاجة أهم حاجة كان الفوز طبعا الأهداف دي بتساعد في رئيتي اللي أنا أبقى هداف الفريق أو هداف الدوري أو نفس على الهداف الدوري دي حاجة بتساعد الفريق بتساعدنا لنا نحن نكسب أكتر أحنا الحمد لله الموسم الفات الموسم الفات كسبنا الدوري فعايزين نحافظ على البطولة دي برضو السنة دي دايما عارف النادي الأهلي كل لعبة النادي الأهلي ما فقاش يعني كل تركيزة اللي دايما تبقى رقم واحد عندنا التعادل هو الهزيمة فدايما قدامنا الفوز بس فالواحد بيشتغل على نفسه دايما شغال على نفسي حتى بعد التمرين بشتغل مع كابتن عب ظاهر وكابتن جلال على الفينيش وكلام من ده فالحمد لله الواحد بيكتهد وربنا بيكرمني في الملعب الحمد لله النادي الأهلي والمواتش الفات جون الحمد لله هداف الفريق فالحمد لله يعني دكتور أحمد سابت قال لقطة مهمة جدا قال سمير واحد من المواجمين اللي بيلعب تحت ضغط وبيقدر يتعامل مع ضغوط للخصم والاستلام تحت ضغط أعتقد أمور مهمة جدا أن القناة النادي الأهلي وهي بتزيع المباراة وأن الدكتور أحمد سابت أو كابتن حشيش بيتكلموا عن أمور خاصة بأسلوبه وطريقة لعب سمير محمد أعتقد أن أمور دي بتبقى أنت مبسوط وأن تسمع الكلام ده عنك أكيد طبعا من كابتن كبار دكتور أحمد سابت أو كابتن أسام حسن ما أسمع كلام زي ده طبعا حاجات بسطن وحاجات فرحن قوي والحمد لله زي ما أنت بتقول دايما بخلص المطش ده يبقى تفكري في المطش اللي جاي الحمد لله احنا هنا الدور الأول احنا مركز الأول فنشتغل على نفسنا هناخد راحة يوم ولا يومين وبعد كده نرجع نشتغل نفسنا التاني بشتغل على نفسي كتير المطش النهاردة انتهى ببدأ من بكرة خلاص بشتغل هنعمل لكاوري هنشغل على نفسي فالحمد لله شكرك يا سمير مستنين مننا كتير إن شاء الله البطولة وبإذن الله تكون هدف البطولة في النهاية بإذن الله إن شاء الله بوعي الجمهور الأهلي بإذن الله يعني أخذ فرصة هزبت نفسي وووعي الجمهور الأهلي بالبطولة إن شاء الله السنة دي وأختم الدورة وأنا هدف الدورة بإذن الله شكراك فاروق مستمرين معك طبعا كابتن أسامة تغطيطنا لهذه المباراة ويعني مهم جدا برضو من خلالك من خلال الكابتن محمد حشيش الدكتور رحمة ثابت نحن بنسلط الأضواء على مجموعة من اللعبة المميزة أنا معي في هذه الأسناء اللعب عبد الرحمن شريف صاحب الهدف الثاني في هذه المباراة عبد الرحمن خلينا أبرك لك على الهدف أبرك لك أبرك لك على أدائك على مدار المباراة الماضية تشيرة النادي الأهلي تقيل ومسؤولية كبيرة وإنك تكون لعب داخل جدران النادي الأهلي أعتقد مسؤولية أكبر طبعا في الأول بحي كابتن أسامة حسني ودكتور رحمة ثابت وكابتن حشيش في الأول طبعا بشكر ربنا الحمد لله على الأداء وعلى بنتعب يعني والحمد لله ربنا بكفئنا طبعا تشيرة النادي الأهلي أي حد يتمنى يلعب باسم النادي الأهلي بس كل حد لازم يبقى قد التشيرت ويعمل عليه يعني وربنا يكرم إن شاء الله يعني عزك تكلمنا على الهدف الثاني النهاردة ومتكلم على نقطة الانسجام اللي ما بينك وما بين اللعبين تعاون سواء ما بين سمير ما بين ميدو نبيل ميدو أسامة كلها عناصر لخدمة الفريق عبد الرحمن طبعا في التمرين دايما يعني اللجوان اللي بتيجي دي كلها لازم بتيجي في التمرين يعني احنا كلها جوان ملعوبة كلها تحرك احنا متفقين أنا ومازل متفقين إن أنا أعطى على القريبة وهو يلعبها لي حتى الجون الأول أعطى على القريبة وبعدها جات لي سمير الجون الثاني نفس الكلام ميدو نبيل حطها لي على الستة فطبعا يعني احنا متفقين على الحاجات ديت يعني ما بتجيش كده يعني يعني كباتلنا في الستوديو التحليلي كابتن حشيش الدكتور رحمد سابت كانوا بيتكلموا على التاكتك اللي انتم بتلعبوا به على العرضة القريبة كابتن أسامة يعني بقول لك بيتكلموا في تفاصيل متابعين كل التفاصيل التفاصيل الخاصة بالفريق خاصة إن إزاعت المباريات على شاشة قناة النادي الأهلي خلي كل الجماهير تعرفكم تعرف طريق اللعب الأمور دي كلها بالنسبة لكم بتعني كتير جدا يا عبد الرحمان طبعا التاكتك دوت كابتن أحمد عبد الظاهر يعني بيمرنا على الحاجات ديت وحاجة كويسة طبعا قناة النادي الأهلي بيتزيع المباريات عشان نتشاف وعشان الواحد يعني يطلع فريق أول طبعا الواحد يعني كلنا يعني نفسنا نطلع فريق أول بس يعني فبنشكر قناة النادي الأهلي يعني على التغطية وعلى كل مساعدتهم لنا يعني كابتن أحمد حسني عايز يقول لك نقطة مهمة جدا يعني بيقول لك قصة الشعر أو الشمسية دي بتشوف منها كورة ازاي أو بتساعدك ازاي في الهدف اه 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 ارفعها ارفعها كده عشان يعني اعرف يعني اشوف بيعملها فدية فاروق دي بيعملها فدية ما بتضيقني اش كابتن حشيبي بيسألك بيقول لك بتعملها فدية بتعمل لك توازنة دي وبتعملها فقد دي لا لا دي من عند ربنا يعني انا بعملش فيها حاجة يعني لما طولت شعري اه اه طلعت كده طلعت عبد الرحمن وتمنى لك التوفق هنختم لقاتنا معك يا كتنسامة بيعني نقدر نقول برضو نفس الستايل اللي بساعد محمد ساعد شمسية تانية خلي بالك برضو كتنسامة ساعد الستايل ده ساعد بتشايف الكرة منه في الملعب والامور دي وفي التركيز موجود ولا بيتقلك في الحركة هو يعني انا اصلا من زغر انا بحب محمد النيني فانا بتمنى ان انا اطلع زيه يعني وانا اصلا اعملها عشانه وكده كده يعني نبال بسطوق بيعمل كده يعني فانا اشايف يعني برضو للنيني انا هستغل برضو وجودك وجود كباتنة في الستوديو الرسالة اللي انت عايز تقولها قبل ما نتكلم على المباراة للعايب المنتخب المصري اللي كلنا مستنيين ان شاء الله الفوز بالبطولة الافريقية النيني وعناصر المنتخب المصري وجود عناصر من النادي الاهلي والنادي الاهلي النسبة الأكبر في منتخب مصر ده دايما عهدنا في النادي الاهلي ودي حاجة موجودة طبعا في كل المنتخبات على مدار السنين النادي الاهلي دايما بيبقى متواجد فيه منتخب يعني اعتبر بيبقى نادي الاهلي بيبقى عشر لعيبة تقريبا راحين المنتخب والواحد بيتمنى أنه يبقى زيهم وفيهم يمثل شرطة منتخب مصر وعشان أوصل لكده لازم أن أدوس على نفسي ودوس أكتر عشان أن يكون موجود المباراة النهاردة تعاملتوا معها إزاي كابتن عبزار قالوكوا إيابا للمباراة ما بين الشوطين خاصة أن أنتوا كنتوا حاسمتوا من البداية عملية الصعود للمرحلة الثانية أيها طبعا بس عشان إحنا عايزين نختم المرحلة دي إن إحنا نبقى أول وطبعا كل النادي بيبقى جاي بيلعب النادي الأهلي فكابتن أحمد طبعا بيبقى دايما من أول يوم مثلا نرجع من الأجازة لأن طبعا بعد المطش بيبقى في أجازة فبنرجع أجماعة عند المطش الجاي خلاص اللي فاد عادة وانت كسبتم مطش عادي النادي الأهلي دايما بيكسب بيفرح بس لما بناخد البطولة ناخد البطولة نبقى نفرح وعا كده نركز وبعد كده بنيجي بقى بيفضل دايما يتكلم معنا عن أهمية المطش وأن أي حد بيجي لعبك هنا على أرضك لازم أن تدوس عليه لأن لو ما دستش عليه الناس هتدوس عليك وده حاجة معروفة وطبعا بيبقى كله جاي النادي الأهلي يمركز 100% يمكن 200% عشان يكسبك يعني سعد مين مسأله الأعلى في النادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي ولحطه قدامه مسأل عايزة بقى زيه والله يعني فيه كتير يعني بس خلينا أقول يعني مران عطية لأنه هو بلعب في نفس المركز بتاعي وهو يعني 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 عنا كتير وأنا حاس برضو لأنه زيه يعني هو لعيب كرة ولعيب كبير يعني فأتمنى لسه تستايل الشعر برضو مران لا بس هو مران يعني مخفف الجنبين وكده يعني بس أنا أتمنى أكون زي محمد ينين إن شاء الله بإذن الله شكورك أسعد يتمنى لك التوفيق وكل جمهير النادي الأهلي وحنا بستنين منكم كتير إن شاء الله نختمها بالبطولة بإذن الله بإذن الله كابتن أسامة طبعا دي كانت تغطيطنا واختام تغطيطنا لمباراة الأهلي وطلاق الجيش في ختامة دي المرحلة الأهلي إذن بيصعد للمرحلة الثانية في انتظار طبعا انطلاق هذه المرحلة اللي هتنطلق فيه الإسبوع الأول من شهر فبراير مهمة لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله الحفاظ على البطولة العيبة كتير جدا وعناصر مهمة جدا مميزة فريق للنادي الأهلي وزي الأنطبع اللي إحنا لما اسناها من فريق طلاع الجيش أو من لعب النادي الأهلي الجميع بيتله في إذاعة المباراة عبر شاشة قناة النادي الأهلي اللي بدي أفضلية كبيرة جدا لكل اللعيبة اللي فازين مرحلة خاصة مرحلة الآفين وثلاثة اللي اللعيفية بيبقى الماتيريال بتاعها قليل جدا خلينا نقلك شكر كل اللعيبة طلاع الجيش من هذه الأمور ويعني نستمر إن شاء الله خلال شاشة قناة النادي الأهلي نقدم هذه التغطية في كل المباراة القادمة أنا معك طبعا يا كابتن نوسامة كل اتحال حضرتك كل اتحال كابتن حشيش والدكتور أحمد سابت وكل اتحال كل مشاهدينا مشاهدي قناتنا ديالي في كل مكان نشكرك شكرا جزيلا فروس الله زميلنا يعني متقلقة العادة تغطية أكثر من ممتازة كابتن حشيش